هذه هي أدوات الإرهاب التي دمرتها طائرة روسية ليخرج إعلام النظام بعد لحظات ويصرح بقصف وكر للإرهابيين من صغار الكسبة الذين كانوا يعملون لجني رزقهم في معمل الدير لإنتاج الخيوط القطنية في ريف حلب الغربي أربعة أيام ولا زالت دخان يتصاعد جراء الحرائق الضخمة ضمن الخيوط المنتجة في مستودعات المعمل جراء القصف الذي أودى بحياة أحد العمال وجرح عشرة آخرين ممكننا نشتغل في أمان الله لا حسنا صوت هذا الانفجار القوي فنحن بالعادة نسمع صوت ضربات الطيارة نقول أني تضرب حوالي المعمل فهل مرة تفاجأنا أني ضربة أجت على مستودع الشحن كان في سيارة عبت فضي علب الكاراتين اللي ادعى النظام أني هي كاراتين زخيرة تفاجأنا فالحريق بلش يدب في الحريق اشتغلنا قدر المستطاع العمال اللي قدرت تشتغل فيه لبينما وصلت فرق الإنقاذ وفرق الأطفاء طفينا حوالا طفي حوالا طفي فالحريق تغلب علينا يعني بسبب لأن هذه الخيط قابل للاشتعال بشكل سريع جدا عبارة عن مواد نايلو بولستير وفيسكوز وزائد بالإضافة أنه في خيط موجود في خيط قطن عنه أبو محمد أحد القائمين على المعمل يأخذنا بجولة ويطلعنا على الأضرار المادية الكبيرة التي وقعت فمعظم الآلات هنا قد خرجت عن الخدمة بالإضافة إلى تضرر المئات من العائلات في حلب وريفها التي كانت تعتبر هذا المعمل باب رزق لهم هذا المعمل بشغل تقريبا شيء خمسمائة عائلة خمسمائة شخص يعني خمسمائة عائلة حتى في منهم من مناطق النظام اللي هو عب يضرب المعامل والمنشآت والعمال أغلبيتهم من الريف من أقصر ريف الغربي لأقصر ريف الشمالي كلهم عب يشتغلوا هون بهالمعمل قصف معمل الديري كان صدمة حقيقية للصناعيين في حلب كما يقول القائمون عليه بعد أن كان يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية خمسة وسبعون طن من الخيط الممزوج للاستهلاك المحلي أصبح اليوم حطاما تذروه الرياح بفعل الطيران الروسي باسل أبو حمزة حلب اليوم ترجمة نانسي قنقر